وصفتنا النهاردة هي سلال الشوفان بالشوكولاتة الكذابة وصفة جميلة جدا طعمها حلو قوي وكمان جديدة خالص مكوناتها سهلة قوي وكمان طريقتها سهلة خالص وطبعا كلنا عارفين فوائد الشوفان اتمنى تشتركوا في قناتي واتفعلوا زر الجرس عشان توصلكوا الوصفات الجديدة وكمان تعملوا لايك للفيديو اول حاجة في حل على نار متوسطة هنحط فيها كباية ونص من الشوفان وخلي بالكو ان الكباية دي هنستخدمها في كل المقادير بعد كده هنفضل نقلب الشوفان هنقلبه حوالي 5 دقايق على النار لحد ما الشوفان يسخن خالص وادنى ما تستحملوش بعد كده نشيل الشوفان من الحلة يعني نفضيه في طبق ونحط الحلة تاني على النار والنار برضو تكون متوسطة هنحط في الحلة نص كباية من السكر وعليهم 3 معالق كبار من الميا وهنفضل نقلب في السكر لحد ما يضوب خالص مع الميا بياخد حوالي دقاتين بس بعد مرور حوالي دقاتين السكر بيدوب خالص مع الميا وبيكون شبه الكراميل اللي بس لونه أبيض بنضيف عليه معلقة كبيرة زبدة واول ما نضيف الزبدة بنضف النار وبنفضل نقلب في الزبدة لحد ما تدوب خالص مع السكر طبعا دلوقتي احنا طفيين النار بعد ما الزبدة بتضوب خالص بنضيف عليها الشفان وهنضيف على الشفان شوية إضافات ممكن تضفوها وممكن لا وممكن تضوفوا مكون أو اتنين والتالت لا يعني الإضافات دي برحتكو خالص معايا معلقة كبيرة من السوداني مطحونة ومعلقة كبيرة من جوز الهند ومعلقة كبيرة من السمسم المحمص ونقلبهم مع السكر لازم السكر يغلي في كل المكونات دي كويس جدا وزي ما قلتلكم ممكن المكونات دي تحطوها كلها وممكن تستغنوا عنها خالص ومعانا في طبق 3 مزات هنهرسهم بالشوكة كويس جدا لازم يبقوا نعمين خالص بعد ما نهرس الموز كويس جدا هنضيفه على الشفان ونقلبه كويس جدا مع الشفان بيكون شبه العجينة لازم يتقلب كويس جدا الخطوة دي مهمة قوي بعد كده هنجيب الأوالب اللي شبه دي أو ممكن كمان الأوراق بتاعة الكوبكيك وندهن الأوالب دي بشوية زيت صغيرين ونحط في كل قالب من الأوالب دي معلقة كبيرة من الشفان الكمية حوالي معلقة من معالق الطعام العادية بعد كده هنجيب أي حاجة عندنا مثلا إيد هون ونحاول نفرغ الشفان كده بالشكل ده عشان يكون شبه الطبق اضغطوا عليه من تحت كده ومن الجوانب وفرغوه كده بالشكل ده الطريقة سهلة جدا والشفان بيتشكل بسهولة جدا ولو عندكم أوالب السيليكون بتاعة الكوبكيك استخدموها حطوا فيها الشفان وحطوها على صانية ودخلوها الفرن أنا مشغلة الفرن من ربع ساعة هدخلها الفرن لمدة نص ساعة كاملة ودرجة حرارة الفرن 260 أو 240 وممكن تاخد تلت ساعة بس يخليكم بين التلت ساعة والنص ساعة ومنشلهاش من الأوالب إلا إذا بردت خالص يعني لازم تبرد تماما شايفين الأوالب السيليكون بتطلع منها بمنتهى السهولة بس الأوالب التانية بتاخد مجهود شوية هنجيب سكينة ونفرغها كده من الجوانب نعملها كده بعد كده نخرجها هي برضو سهلة بس الأوالب السيليكون أسهل بكتير دلوقتي هنعمل حشوة الشوكولاتة الكذابة اللي هنحشي بيها هنحط في الخلاط العادي أو في الهند بلندر كباية لربع لبن واللبن يكون سائع وكباية كاملة من الزيت وبنستخدم نفس الكباية وكمان هنضيف عليهم أربع معالق كبار من السكر وثلاث معالق كبار من الككاوي الخام الغامق أنا استخدمت الهند بلندر ممكن أنتوا تستخدموا الخلاط العادي بعد كده هنشغل الهند بلندر هتلاحظوا أن المكونات دي كوامها بيتقل جدا وبتكون شبه الشوكولاتة الصيحة وفعلا طعمها حلو جدا شبه الشوكولاتة بالزبط أهم حاجة تستخدموا نوع كاكاوي كويس لأن فيه أنواع كتير في الاعتراض تيجوا تكلوها تحسوا أن الكاكاوي ده فيه زي طراب مثلا نعم فهاتوا نوع كاكاوي كويس أنصحكم بنوع دريم نوع دريم حلو جدا وفيه كمان الكاكاوي الأسباني الكيلو منه بـ 80 جنيه برضو حلو جدا دلوقتي هننفض الشوكولاتة في سلال الشفان أو في أطباق الشفان اللي عملناها لحد ما تتملي بالشكل ده الطعم حلو جدا وقوامها جميل جدا فعلا ما ظنش أن انتوا جربتوا حلويات سهلة وسريعة وكمان طعمها لذيذ بالشكل ده ممكن كمان لو حابين تعملوها بالشوكولاتة البيضة هتكون برضو حلوة جدا وكمان بالكريمة ولو عملتوها بالكريمة ممكن تزينوها بالكريز من فوق هي كده خلصت مش محتاجة طلاجة خالص ممكن تكلوها كده وممكن لو حابين تحطوها في الطلاجة حطوها لو هتحطوها في الطلاجة حطوها في علبة وغطوا العلبة كويس عشان ما تلقطش من ريحة الطلاجة وممكن لو حابين تزينوها بجوز الهند أو بشوية مكسرات ممكن كمان بسوداني بس مطحون هتكون برضو حلوة جدا شايفين قوام الشوكولاتة ممكن تتاكل بالشكل ده بعد كده تاكلوا السلة نفسها وممكن كمان تتاكل بالبق كده طعمها فعلا مميز وجميل انصحكم تجربوها والسلام عليكم